اهلا بكم مع فيديو جديد وكل ما تشوف فيديو لي هتقول لي هل من مزيد وانا عشان بحبك هقولك اكيد في جزيرة في وسط البحر وزكان الجزيرة دي كلهم ارانب وعايشين حياتهم بالطول والعرض ومقضينها على الاخر وفروكن هادي في الجزيرة بنلاقي بطل فيلمنا النهاردة سكرابلز وهو عبقري جدا لدرجة انه قدر يصنع تلسكوب يقدر يشوف بكوكب المريخ وكمان اكتشف ان فيه كائنات عايش عليه بس بيقطع خلوته مجموعة من الارانب المشاكسة وفيهم واحد بالغلط بيشغل التلفزيون وبيشوفوا شخص بيقول انه هيبعت الارانب المشاكسة للمريخ عشان يكتشف اذا كان فيه حياة للمريخ ولا لا وطبعا سكرابلز اول ما سمع الكلام ده فرح جدا وخصوصا ان هيحقق حلمه كمان هيخلص من الارانب المزعجة اللي هو عايش معاه وبياخد له في سنانه ويمشي من الجزيرة ونشوفه من شعلق فعربية كبيرة وصرته لمقر الشرك وهناك بيشوفه جو رجل الامن وبيمسكه من افا وبيدخله جوه الشركة واول ما بيدخل بيتبهر من المكان لكنه بيطنقت لما بيلاقي المكان مليان ارانب مشاكسة كتير ولما مستر نيبولا شايفه قال شكله زكي بيفرح سكرابلز وبيفتح شنطته عشان يوريله اختراعاته لكن بيجيله ارنوبة مجنونة ووسطها سايب بتاخده وبتفضل ترقص والاوراق بتاعته بتطير وبتدخل مكان كده وتتحرك لكن سكرابلز زي ما يقزش وبياخد قلمه ويكتب على الحيطة شوية معادلات علمية لحد ما جو بيشوفه بيروح بسرعة يبلغ الدكاترة لكن للأسف بيكون في ارنب غبي مسح كل اللي كتبه على الحيطة وبرضه محدش بياخد باله انه عبقاري لحد ما بالصدفة الدكتورة اوليفيا وهي بترجع الكاميرات بتشوف سكرابلز وبتاخد بالها انه زكي جدا وبتقعد معه بتقوله انها عرفت ان هو قديق زكي وبتاخده وتحطه في الطيارة مع مجموعة الارنب اللي هيتم الاختيار منها عشان يسافروا المريخ بس وهم في الطيارة الارنب الصغير ده بيتجنن ويفضل يرقص ويتشقلب في الطيارة لحد ما بيفتح الشباك وكل الارنب بتطير وسكرابلز كان هيوقع معاهم بس الارنب اللي بترقص دي لحقته شكل السنارة غمزت والليت وكان فيهم واحد لابس خوزة طرت منه ورح تسد الفتحة وانقذتهم كلهم وبعدين رجعوا لمستر نيبولا وبدأ يختار منهم الارنب اللي هيتسافر لكنه للاسف مختارش سكرابلز بس اوليفيا رشحته وقالت له ان يزاج جدا وممكن يفدهم وفعلا اختار سكرابلز عشان يسافر معهم المريخ وهي فرحت جدا وقالت له انها كان نفسها هي كمان تروح معاها فسكرابلز بيخدها من ايديها ويدخلها مكتبها ويروح على التليسكوبي اللي موجود فيه ويعمل فيه شوية تعديلات ويجعلها تقدر تشوف المريخ وبتشوف ان فيه كمان كائنة حية بتتحرك عليه فبتروح بسرعة مستر نيبولا عشان تبلغه بالنشفيده لكن بتتفاجئ برد فعله وانه ما بيكونش مبسوط وكمان بيمنع سكرابلز من السفر وبيقومن جو ان ياخده معا ويجمده بسلاح التجميد لكن بيصعب عليه وبيرضافش وبتاخده دكتورة أوليفيا وبتلبسه نظرات ارنب من كانوا هيسافره المريخ وبتبدله مكانه ومحدش بياخد باله وبيحطوا معاهم على السفينة والصروخ بينطلق بهم اللي رحلتهم للمريخ وبتروح أوليفيا المكتب بتاع نيبولا وبتفتح الكمبيوتر الخاص به وبتعرف ان جهاز الاستصلاح اللي بعته معاهم على المككوك هو عبر عن كومبيلا وعايزها تفجر للمريخ عشان يقدر يعمل مناخ مناسب للبشر عشان تقدر تعيش فيه هناك لكن بكده هيكون موت كل الكائنات اللي عايش على المريخ مع علمه بوجود حياة عليه في نفس الوقت اول ما السفينة بتوصل للمريخ بتفكر التوازن وتكونها تتضمر وده اللي عايزه نيبولا بالزبط لكن اوليفيا بتتوصل مع سكرابلز وبتقوله ان لازم يقود السفينة وينزل بيها على المريخ سليمة وان مش مشكلة انه يكشف نفسه وبطريقة ذكية وريت له رسمة فهم منها ان السفينة عليها كومبيلا وبيبان طبعا على وش مستر نيبولا انه تضايق جدا وفعلا بينجح سكرابلز انه يهبط بالسفينة مع شوية خزائر بسيطة واول ما بينجح فريق العمل كله بيفرح لكن مستر نيبولا بياخد اوليفيا ورمسنع الكراسي يعمل معها الجلاشة وبيحبسها واول ما سكرابلز بيفتكر الكومبيلا بيروح عشان يشوفها لكن بيلاقي الارنب اللي معاها خديتها عشان تلعب بيها وخرجوا برا السفينة وسكرابلز بياخد العربية الاخيرة ومعا الارنب الصغير وبيلحقهم والارنب الصغير بيفضل يرازي فيه لحد ما بيخليه سوق وبيعمل هو حتة اكشن كده زي فيلم Mission Impossible وبيقف على العربية وبيطير عشان ينطع العربية التانية لكن الارنب اللي معاهم بتخباطهم والاتنين بيتشقلبوا كلهم وبيقعهم وبيكون سكرابلز ضحت العربية والارنب بتعدي من جنبه ومحدش معبره لحد من ارنبه بتروح له وطلعه وبيكون الارنب اللي لابس خوزه سرق تليفون جوه وعمل يتصور بيه وبيقول لهم تعالوا ناخد سيلفي بس وهم بيتصوروا زهر في التليفون كائنات تانية ولما لفوا وشفوهم طلعوا سكان المريخ ولسه سكرابلز هيديهم التحية مرة واحدة سابهم وقاعد يساوت زي المجانين وبيفتكر القنبلة وبيجري عليها لكن الارنب اللي معاهم بيعطلوا وبيلعاوا بيها لحد ما بتطير لفوق وتنزل فوق الكان الفضائي وبيكون رئيس سكان المريخ وبيبلحها وبتنفجر في بطنه هم بيحصلوش اي حاجة ولا اكنه واكل حتة في سيخ وجالوا شوية حموده لكنه فضل يكبر ويكبر ويكبر وفضل يلوش في كل الحواليه ومهديش غير لما ارنب خبط جهاز البس من غير قصد وشغل مسلسل والكائنات الفضائية كلها هنمجد وفضلوا يتفرجوا عليه وهم مبسوطين وفي الوقت ده كان يبول عمل لقاء تلفزيوني وقال عملية الاستصلاح فشلت والسبب في ده الارنب المشاكل سكرابلز وان ليش ليك معاه وهي أوليفيا وقال ان عنده خطة تانية للاستصلاح واول ما خلص اللقاء اطرد الموزيع وقال له مشوفش وش أمه كانتاني وامر المساعدين يجهزوا سوريخ نووي عشان يبعتها على المريخ ويكمل خطته وبيسمعوا جو بتاع الامن وبيتصدم وكمان بيلاقي جهاز البس بتاع السفينة اشتغل وبيشوف الارانب وهي مع سكان المريخ وعلى كوكب المريخ الزعين بتاعهم بيروح لسكرابلز ويرد عليه انه يوريه المكان وسكرابلز فرح جدا وراح معاه ولما بنشوف المكان بنعرف اصلا انه هما بيتغزوا على الحوم البركانية عشان كده الكمبلة ما اثرتش فيه وفي الارض كان رجل الامن راح لأوليفيا القضاة المحبوسة فيها وقال لها انا عندي خبر حلو والتاني وحش الحلو انه الكمبلة ما انفجرتش والوحش انه بعد صاروخين عشان يفجر بيهم البريخ بدل الكمبلة ما انفجرتش ودهج هذا الاتصال واخدته منه كلمة سكرابلز وقالت له انه نيبولة هيبعت صاروخين على المريخ ولسه بتكمل الرسالة الارسال قطع وعلى الارض بيدخل نيبولة على اوليفيا ويلاقي بتاع الامن واقف معها ويقول له اهلا بك يا خرونج ويحبسه ويقول له خشه رابع جنب اخواتك ورا ويتحرك سكرابلز بسرعة ويحاول يصلح السفينة وسكان المريخ اللي عاملين زي اطباق الجيلي دول كمان ساعدوه وكمان الزعيم بتاعهم ركب مع سكرابلز والارانب عشان يلحقوا يمنعوا التفجير والزعيم بيوعيدهم انه كمان هيجيب لهم هداية من كوكب الارض وبيشغل سكرابلز السفينة وبينتركوا الكوكب الارض وواحد من مساعدين نيبولة بتقوله ان السفينة سليمة ورجع علينا فعمرها تضرب اول صاروخ عليها ونفس الكلام وضربت اول صاروخ وقبل ما يضمر السفينة بحاجة بسيطة بياخدهم الزعيم المريخي وبيشد نفسه زي النبلة كده وبيننط كلهم من على السفينة وبعدين بيأمرهم نيبولة انهم يحضروا الصاروخ الثاني في اقرب وقت ويبعتون للمريخ وبيكون سكرابلز والارانب وزعيم المريخ وصلوا الارض على الطريقة المريخية وبسرعة بيبعت الروبوتات بتاعته عشان توبض عليهم وبياخدوهم يحطوهم في الحاجز مع اوليفيا وجوه وبيقول لهم والله يا جماعة انتم منورينا وراح عمر باطلاق الصاروخ بس مساعدين وبيقولون ان فيه مشكلة وان فيه ارنب مزعج موجود فوق الصاروخ فقال لهم طب سبولي ابن المبقعة وانا هطلع معك جلاشة بس قبل ما يخرج قال لهم ان سيب لهم مفاجأة عشان لو حابوا يهربوا ولا حتى يفكروا والمفاجأة كانت ريبوت كبير بيضمر اي حاجة بتتحرك قدامه وبيسيبهم وبيخرج وبيحاول ينزل الارنب ويبقى شكل عبيد جدا وكل المساعدين عملين يتحكوا عليه في الوقت ده كان سكرابلز يفكر في خطة وطلع الارنب الصغير من الحاجز عشان يجب لهم سلاح التجميد اللي موجود في القوضة باب الحديد وضرب في كل مكان حواليه ومعرفش يجبها صح لحد ما الربوت هاجم الارنب فضرب بسرعة وجدت في الباب وطلع يجري والربوت وراءه وقامت اوليفيا عمل حتة اكشن كده ونطت على الباب وكسرته بعد ما تجمد وقدروا يخرجه لكن الربوتات فضلت تهاجمهم والسلح ويعملهم والربوت ضرب عليهم قذيفة كبيرة بس المريخي الحقيقهم في اخر اللحظة وفتح بقه وبلغ القذيفة تاني وفضل يلوش في الربوتات وبرق الشركة كان نبولة وصل للارنب ورمان من فوق وتشعلق في الصور وبعدين امرهم باطلق الصروح واول ما ضربوا الصروح ازا امل مريخي شايفه وعمل نفسه زي النبلة تاني وطار ولحق الصروح وبلع وانفجر في بطنه ولما وقع على الارض كان كبير جدا وفضل يكسر في كل حاجة حواليه والربوتات فضلت تهاجمه بس هو عمل معهم الجلاشة وسكرابلز حاول يهديه قبل ما يخرج عن السيطرة ويدمر المكان كله وجاب صورة للبطل بتاع المسلسل اللي كان بيتفرج عليه واول ما شاف الصورة كان هيهدأ لكن بيجي روبوت غبي ويدرب على الصورة وبيحرقها لكن رجل الامن بياخد باله ان بمجرد ما شاف الصورة بيهدأ فتيجي في باله فكرة انه يجيب له البطل نفسه لانه عارف انه بيصور في مكان قريب وبياخد عربية ويروح يدور عليه لكنه كان لازم يلاقي حل يشتت بين انتباخ المريخي لحد ما يرجع ويروح الأرين بصحابه ويصالحهم ويخرج بره يشغل موسيقى ويفضروا يرقصه ويتنططه قدامه والحد باندمج معهم شوية ويظهر نيبولا وهو بيحكي عن القصة من البداية وقدي ايه هو بيكره سكرابلز لكن سكرابلز فاجأ وقال له ثانية واحدة بس انت على الهواء وتفاجئ نيبولا لما الام انتصل بالمزيع والمزيع بيقول له ان على الهواء مباشر وكمان انهم سمعوا كله كلمة في الوقت كانت اوليفيا فائت وجبت سلاحي التجميد وقالت له ان تأخذ لك صورة بالمناسبة الحلوة وضربت عليه لكن للأسف ايده وصلت للزرار ودى امر الروبوت يوقع سكرابلز وباقي القرانب في بق المريخي لكن في اخر لحظة يوصل البطن المسلسل والمريخي اول ما يشوف الممثل يهدأ ويرجع زي مكان وسكرابلز يروح لصحابه ويشكرهم عشان ساعدوه ويرجع سكرابلز على الجزيرة بتاعته وسط القرانب المشاكسة ويأخذ صحابه كلهم معاه وهناك بنشوف المريخي وهو بيكلم بقى سكان المريخ وبيقولهم ان جاب لهم هداء كتير وهيجيرهم قريب اول ما سكرابلز والدكتورة اوليفيا يخلصوا السفينة بتاعته اللي هيرجع بيها وبنلاقي تمثال مستر نيبولا هناك وهو متجمد وكل الارانب عملت نطط وترقص عليه وسكرابلز بيروح ينضم لهم ويفضلوا يغنوا ويرقصوا مع بعض وكده تكون نهاية فيلمنا الجميل وشوفهم في فيلم جديد عن قريب باذن الله